برعاية وحضور مع للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشيون الإسلامية أقام معهد القراءات وعداد معلمين القرآن الكريم صباح اليوم في مركز عيسى الثقافي حفلة خريج الفوج الأول من طلابي دبلوم معلم القرآن الكريم بالمعهد وبلغ عدد الخريجين 53 خريجا بينهم 16 من الذكور و37 من الإنث انطلاقا من الدور المحوري الذي يقوم عليه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الدعم وتقديم البرامج المتخصصة خدمة للقرآن الكريم وعلومه جاء احتفال معهد القراءات وعلوم القرآن بتخريج الفوج الأول من دبلوم علوم القرآن الكريم في خطوة واثقة لتحقيق رؤية المعهد بجعل مملكة البحرين رائدة على المستوى العالمي بكفاءاتها العلمية المتخصصة في مجال تدريس القرآن الكريم وقراءاته وعلومه الشريفة الفرحة تعمنا جميعا بتخريج الدفع الأولى من دبلوم قراءة القرآن الكريم هذا الانجاز حقيقة هو نتيجة لجهود جلالة الملك في إنشاء هذه الخوكبة وهذه المؤسسات التي تخدم القرآن الكريم واليوم بفضل الله عز وجل وبفضل اهتمام بالقرآن الكريم وبتعليمه وبترثيله إن تهيئة المعلمين القادرين على القيام بهذا الدور من الناحية العلمية ومن الناحية التربوية أمر في غاية الأهمية وأهمية هذا الأمر جسدت في المرسوم الملكي بإنشاء معهد القرآن وإعداد معلمين القرآن الكريم حيث يظهر من المرسوم أنه جمع بين أهمية العناية بتعليم علوم القرآن الكريم وبين أهمية العناية بإعداد المعلمين القادرين على قيام بهذا الدور أهداف نبيلة عديدة يسعى المعهد لتحقيقها تركز على تدريس علوم القراءات وفق المنهج العلمي الصحيح وتقديم دورات قرآنية متخصصة ورفع كفاءات المراكز والحلقات القرآنية وتأهيد وتدريب العاملين فيها بما يحقق تطلعات العاملين والمهتمين في مجال علوم القرآن على مستوى المملكة بدعم رسمي مستمر ساهم في تحقيق هذا النجاح في الحقيقة نحن كدورنا المتمثل في الكادر التعليمي نتمثل في شقين شق في تعليم مواد القرآن الكريم وعلومه والقراءات ورسم المصحف وشق يختص بالجانب التربوي تدريس مقرر التربية الصفية والإدارة الصفية والقياس والتقويم ونحوها من المواد التي يحتاجها معلم القرآن الكريم أثناء تعليمه لطلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بأن كنا من أوائل المنتسبين والملتحقين بهذا الصرح العظيم معهد القراءات وأعداد معلمي القرآن الكريم الذي يضم نخبة من الأساتذة والمشايخ الفضلاء الذين نهلنا منهم ومن علمهم الكثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن ينفعنا بما علمنا اللهم آمين وفق مناهج تربوية وأكاديمية متقدمة ومؤصلة خريجوا الفوج الأول من طلبة برنامج دبلومي علوم القرآن الكريم وهو أول برنامج أكاديمي للمعهد أكدوا على الفضل الكبير الذي خصهم به الله تعالى في تعلم وتعليم علوم القرآن الكريم لما لها من مكانة علمية ودينية واجتماعية رفيعة موجهين شكرهم وتقديرهم للقائمين على البرنامج وإدارة المعهد تخريج الفوج الأول من معلمي القرآن الكريم بمعهد القراءات وأعداد معلمي القرآن الكريم بمملكة البحرين خطوة مهمة تضع المملكة على خارطة الدول المهتمة بتدريس علوم القرآن الكريم لأن تكون أيضا منارة لهذه العلوم الشرعية المشرفة لكل طالب يحمل شهادتها يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين